اخواتي المشاهدات اخواني المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حسنا لهذا اليوم من مادة القراءة أو الكتابة نخصوها لإنجاز سمارين لدعم وتقويم تعلمات ديالكم اللحظوا معي على الشاشة نشوفوا التمرين الأول لدينا نص قصير نقرأه ونشوفه المطلوب مننا وصيب خالد بن أختك بوعكة صحية وبعد القيام بالفحوصات الطبية اللازمة تبين أنه مصاب بفقر دم حاد نتيجة سوء التغذية نعود القراءة مرة أخرى وصيب خالد بن أختك بوعكة صحية وبعد القيام بالفحوصات الطبية اللازمة تبين أنه مصاب بفقر دم حاد نتيجة سوء التغذية نعود نقرأ النص فقرة بفقرة أو جزء بجزء أو تقرأ من بادي أصيب خالد بن أختك بوعكة صحية وبعد القيام وبعد القيام بالفحوصات الطبية اللازمة بالفحوصات الطبية اللازمة تبين أنه تبين أنه مصاب مصاب بفقر دم حاد بفقر دم حاد نتيجة سوء التغذية نتيجة سوء التغذية إذن نشوفوا المطلوب استخرجوا من النص أربعة كلمات متضمنة لحرف الحاء أو الخاء إذن المطلوب مننا نستخرجوا من هذا النص أربعة ديالكلمات كتضمن حرف الحاء أو حرف الخاء لكانوا موضوع درسنا في الحلقات السابقة إذن هذه نعودوا نركزوا على الجزء الأول من النص نقراوه ونستخرجوا منه الكلمات اللي فيها الحاء أو الخاء إذن لاحظوا معي على الشاشة هذه الجملة اللي تصلت عليها الضوء نعودوا القراءة ديالها مع الترديد ونستخرجوا منه الكلمات اللي فيها الحاء أو الخاء أصيب خالد ابن أختك بواعكات صحية إذن تاخدوا الألواح ديالكم وتلاحظوا في هذا الجملة مزيان وتستخرجوا أول كلمة من كلمات ديال هاللي فيها الحأ أو الخأ إذا انتبهوا الجملة جيدة وستخرجوا أول كلمة في هالجوملة في هالحأ أو الخأ كانت معنا كذلك أن المشاهدات والمشاهدي اللي كيتابعونا يقوموا بإنجاز هالتمرين معنا يستخرجوا كلمة أولى من هالجوملة اللي في هالحأ أو الخأ يلا سريسوا ممكن ترفعوا الألواح إذن خديجة كسبت خالده نفس الشيء بالنسبة لعبد الله سناء بالنسبة لإلياس كسب صحياتين وكذلك سلمة كسبت صحياتين وظهرة كسبت خالده إذن قلنا أول كلمة والأجوبة دي لكم كلها صحيحة إذن نتلبس منكم أول كلمة في هذه الجملة كتتضمن حرف الحاء أو الخاء إذن أول كلمة هي خالده خالده سنلاحظوها خالده ونزلوها في الفراغ الأول خالده واختلأ العبد الله وظهرة اللي كسبوا صحياتين إنتهو من جواب صحيح لأنها قد تضمن حرف الحاء إذن نشوفوا كلمة أخرى فيها الحاء أو الخاء ونكتبوها على الألواح دينا دائما في هذه الجملة اللي مركز عليها الضوء كلمة أخرى فيها الحاء أو الخاء في هذه الجملة ونكتبوها على الألواح إذن نركزوا جيداً وحاولوا تتخرجوا كلمة فيها الحاء أو الخاء لموضوع درسنا في هذه الحلقات إذا سليسوا ممكن ترفع الألواح جيد إذن سلمة كتبت صحة قد شوية اللوحة سلمة جيد أختيك صحياتين أختيك جيد إذن الكلمات اللي كتبتوها كلها صحيحة كتضمن حرف الحاء أو حرف الخاء إذن نزلوا الكلمة الثانية لحظوها معي أختيك إذن كلمة أختيك إلياس فيها الحاء أو الخاء فيها الخاء فيها حرف الخاء وشو التموضوع دياله في الكلمة في وسط الكلمة جيد وشنو باش مشكل عمنا هنا يا الخاء السكون سكون كيفاش نتقول خاء مع السكون إلياس خ جيد أختيك كتلاحظوها ينزل الكلمة في الفراغ الثاني جيد وكلمة صحية تنيا كذلك من الكلمة اللي كتبتو على الألواح ديالكم ونشوفوا مع خديجة كلمة صحية وش فيها الحاء أو الخاء خديجة فيها الحاء جيد فيها حرف الحاء وشنو التموضوع دياله في الكلمة وغسط الكلمة جيد وشنو الحركة اللي عندو الكسراء كسراء وكنشوفوا كذلك الشدة ونحن تعرفنا عليها في الحلقات اللي فاتس الشدة مني كتكون عند الحرف كيفاش كنطقوها خديجة شدة مع الكسراء ونبركو عليها شوية في النطق ونقروها حي لأنها الشدة كتلزم علينا أننا نشددو الحرف بمعنى تنبركو عليه شوية في النطق حي والكلمة عنطقوها صحياتين صحياتين ونزلو الكلمة في الفراغ الثالث إذن الكلمات اللي استخرجنا لحد الآن من الجملة الأولى خالدو قرأوها من بعد خالدو خالدو أختيك أختيك صحياتين صحياتين إذن ندوزو الجملة الثانية من النص قرأوها ونستخرجو منها كذلك الكلمات اللي كتتضمن هاد الحرفين حرفي الحاء والخاء إذن نقرأ الجملة وردو من بعد وبعد القيام بالفحوصات وبعد القيام بالفحوصات طبية اللازمة طبية اللازمة تبين أنه مصاب تبين أنه مصاب بفقر دم حاد بفقر دم حاد نتيجة سوء التغذية نتيجة سوء التغذية نعود ونركزو النظر دينا مزيان على هاد الجملة لاحظو مزيان الكلمات ديالها ونشوفو كلمة اللي فيها حرف الحاء أو الخاء ونكتبوها على الألواح ديان لا تفضلوا إذن نديس تخرجوا كلمة فيها الحاء أو الخاء ونكتبوها على الألواح لا سليسوء ممكن ترفعوا الألواح عبد الله، خديجة، سلمة، زهرة نشوف الألواح ديالكم جيد إذن بالنسبة لسلمة وزهرة كتبوه بالفحوصات ونلاحظو في اللوحة ديال إلياس عبد الله وسنكتبوه كلمة حاد وإجابات كلهم صحح إجابات ديالكم خديجة كذلك كتبت بالفحوصات الإجابات ديالكم كلهم صحح لأن هذه كلمتين بجوج فيهم حرف الحاء إذن نعودين ننزلوا الكلمة اللي جتلولة في هاد الجملة بالفحوصات ننزلوها في الفراغ الرابع جيد إذن دعني نكون نلحد الآن نخرج نربعات الكلمات اللي مطلوبين مننا في تمرين كلمة خالدو كتضمن حرف الحاء أو الخاء خديجة كلمة خالدو حرف الخاء حرف الخاء جيد كلمة أختيك عبد الله كتضمن حرف الحاء أو الخاء كتضمن حرف الخاء جيد وكلمة صحية سلمة فيها الحاء أو الخاء حرف الحاء الحاء وكلمة الفحوصاتي سناء فيها الحاء أو الخاء كلمة الرابعة الفحوصاتي حاء جيد فيها حرف الحاء إذن كتبتوك كذلك كلمة حادن كين بعض منكم اللي كتبها هي كذلك تضمن حرف الحاء مع المد حادن ولكن بما أن مطلوب مننا غير بعض الكلمات عندنا ربعات الفراغات استخرجنا هذة ربعات الكلمات واحتل استخرج كلمة حادن من بين كلمة الأربعة فالجواب دياله صحيح إذن تبارك الله عليكم ندوزوا نشوفوا السؤال الموالي إذن أصل كل كلمة بالحرف المناسب إذن بعد نقرأ الحروف ونقرأ الكلمات ونوصل كل كلمة بالحرف اللي كي ناسبها سنبدأوا بالحروف لأن تدربتوا على قراءتهم وكيسابتهم بجميع الحركات وبالسكن ونطلب من سلمة تقرأ لي الحرف الأول جا جا جيد هنا يا جا سيكون في بداية في وسط أو في آخر الكلمة سلمة الوسط الكلمة جيد إذن شفناتها موضوعات لهذه الأحرف وهنا كي تبيلنا بأن حرف الج موصول من الجهتين تبيب أنه سيكون في وسط الكلمة لصق مع حرف قبل منه وكذلك ما تصل بحرف آخر من بعد منه نشوفوا الحرف الموالي يقرأ هنا إلياس خون 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 جايد إذن هذا الحرف سيكون في بداية في وسط أو في آخر الكلمة إلياس آخر الكلمة جايد لأن التنوين كيف ما شفنا دائما في آخر الكلمة وحرف الخا هنا تموضوع دياله أو الرسم ديال الشكل دياله تيبينينا بأنه سيكون في آخر الكلمة نشوفوا الحرف الثالث تقرأنا زهرة خ خ جايد إذن هذا الحرف الظهرة غادي يكون في بداية الكلمة ولا في الوسط أو في الأخر في وسط جايد وكذلك جايد تموضوا دياله كيف يبين في وسط الكلمة متصل من الجهتين ببعن هذا يكون متصل مع الحرف اللي قبل قول لي من بعد منه نشوفوا آخر حرف يقرأنا عبدالله حا حا جايد حرف الحا بالفتحة حا وهذا الحرف عبدالله غادي يكون في الأول أو في الوسط أو في الآخر الكلمة هاي يكون في اول كلمة .巨ź expecting A وممكن كذلك يكون في وسط الكلمة ولكن ممتصلش مع الحرف اللي قبل منهم . ممكن يأتي لنا في أول الكلمة بأول كلمة وفي كلمات اخرى ممكن يكون هنا Déthque ولكن ممتصلش بالحرف اللي قبل منهم . اذا نزل الآن ونقرؤ الكلمات ونوسلكوا الكلمة بالحرف اللي كي يناسبها اذا نقرؤ الكلمة اللولة نقرأها وردو دون بعد يعودوا مرة أخرى إنها دي تلاحظوا الأحرف اللي عندنا في الجهة المقابلة وتحولوا تكتبوا على الألواح الحرف المناسب لكلمة حياة باش نوصلوها بخط مع الحرف المناسب لها حياة دي تلاحظوا الحرف الربعة اللي عندنا في الجهة المقابلة وكتبوا الحرف اللي مناسب لكلمة حيات ثم كذلك أخوتنا المشاهدات إخوانا المشاهدين نجزوا معنا التمرين على الألواح ديالكم إلا سليسوا ممكن نشوف الألواح جيد إذا شو الحرف اللي كتبتي سناء؟ حا حا جيد لأن كاللحظة هنا كلمة حيات عندها الحا بالفتحة في البداية وغادي نوصلوا ما بين كلمة حيات وحا حرف الحا بالفتحة نجزوا نقرأوا الكلمة الثانية وغادي نقرأوا ورددوا من بعد مناخ مناخ تعودوا مرة ثانية مناخ مناخ جيد إذا هنا هي كلمة مناخ غادي تشوفوا الحرف المناسب لها وتكتبوه على الألواح إلا سليسوا ممكن ترفعوا الألواح جيد إذا نظهرها شنو الحرف اللي كتبتي على لوحة ديالك؟ خون خون جيد خون حرف الخاء بالضمتين وكلاحظوها في آخر كلمة مناخ أن الخاء بالضمتين وغادي نوصلوا الكلمة بالحرف المناسب لها نقرأوا الكلمة الثالثة نقرأوا ورددوا من بعد مختبر مختبر عودوا مرة أخرى مختبر مختبر كسبوا الحرف المناسب لها الكلمة كذلك على الألواح ديالكو رفعوا الألواح جيد جيد ماذا هو الحرف اللي كسبسي في لوحة ديالك عبدالله؟ قررنا الحرف اللي كسبسي في لوحة عبدالله؟ خاء نقرأ بالحركة أو نقرأ بالكشي مش مشكل كيف مكتبتي في لوحة؟ خ جيد حرف الخاء بالسكون نقرأ خ خ جيد مختبر وغادي نوصلوا الكلمة بالحرف المناسب لها ندوزوا الكلمة الأخيرة قادي نقرأها ورددوا من بعد نجاة 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 نكسبوا الحرف المناسب لها الكلمة كذلك على الألواح ديالكو فيها تمرن كذلك على الكتابة نكسبوا الحرف ونوصلوا الكلمة بالحرف المناسب لها رفعوا الألواح جيد نشوفوا مع ظهراء الحرف اللي كسبت ظهراء على اللوحة قرأيه لنا ظهراء جاة 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 بالجيم بالفتحة نعود ونقرأوا الكلمة مرة أخرى حياة 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 مناخ 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 مختبر 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 نجاة نجاة جيد إذن هذه الحلقة خصناها لتقويم ودعم تعلماتنا في درس حرفي الحاء والخاء إذن قبل ما نودعكم سنطلب منكم أنكم تعاودوا تراجعوا هذه التمارين باش تدعموا وتتبتوا الاستفادة ديالكم ونطلب منكم كذلك في إطار ناشاة البحث أنكم تبحثوا على كلمات كتضمن حرف الحاء أو حرف الخاء في مختلف تموضوعات بمعنى كلمات عندها الحاء أو الخاء في البداية أو في الوسط أو في الآخر نخليكم الآن مع مادة التربية الإسلامية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة